الموعد الاقتصادي الصباحي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية تمكنت مجموعة سونطراك الجزائرية من اقتصاد أكثر من 30 مليون يورو جراء استعمال الانتاج المحلي من قطاع الغيار الميكانيكية واعتبر نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التميع والفصل بالمجموعة نصر الدين فتوحي أن التحكم في إنتاج قطاع الغيار محليا سيسمح بتلبية احتياجات مجموعة سونطراك بشكل أمثل بما يساهم في التقليص بشكل ملموس من حجم فاتورة الاستيراد اتهم وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف الغرب بدفن اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود لافروف وفي كلمة ألقاها في افتتاح أشغال اجتماع مجموعة وزراء خارجية دول العشرين في نيودالهي أكد أن الغرب يقبر بكل وقاحة مبادرة حبوب البحر الأسود الرامية لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية مشيرا إلى أن روسيا لن تمدد صفقة اسطنبول إن لم تأخذ بمصالح منتجية الحبوب والأسمدة الروس جمع المغرب ملياري ونصف ملياري الدولار من إصدار سندات في سوق المارية الدولية في أول خطوة للمملكة للاستدانة الخارجية منذ أكثر من عامين الاقتراض مقسم إلى شريحتين الأولى بمليار وربع مليار دولار بأجل استحقاق خمس سنوات والثانية بمليار ومئتين وخمسين مليون دولار أيضا بأجل استحقاق عشر سنوات وكانت آخر مرة أصدر فيها المغرب سندات اقتراض دولية في ديسمبر 2020 عندما جمع ثلاثة مليار دولار رفعت الحكومة المصرية أسعار الأوقود في أولى مراجعتها للأسعار هذا العام على أن يجري العمل بالأسعار الجديد اعتبارا من صباح الخميس شملت الزيادة أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة وسعر غاز السيارات فيما تم تثبيت سعر بيع غاز البوتان والمزود المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وبررت الحكومة قرارها لعدة معطيات أبرزها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتكاليف الإنتاج والتشغيل والاستيراد والنقل رفع مصرف لبنان المركزي سعر صرف الليرة من 45 ألف ليرة للدولار إلى 70 ألف ليرة للدولار اعتبارا من الخميس تخطى سعر الصرف في أسوق السوداء عتبة 92 ألف ليرة الأربعة في مشهد غير مسبوخ في تاريخ البلاد لكنه ملبث أن انخفض إلى أقل من 80 ألفا بعد تعميم أصدره المصرف المركزي يفيد بتدخله في السوق وبدأ لبنان الأربعة تطبيق قرار تسعير بالدولار الأمريكي في المتاجرة الغذائية الكبرى بهدف الحد من التلاعب في الأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار ختم الموعد الخصيد يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة